كمان دايما بنقول كده في حاجات لقطات بنقف قدامها لما بنلاقي أول حاجة الحقيقة يعني أهلينا كبار السن من الرجال ومن السيدات لما بنشوفهم وهم يعني ربنا يديهم الصحة وطلط العمر إزاي يعني بيتعكزوا وإزاي ظروف صحية بتبقى طبعا صعبة لكن بيبقوا حارسين إن هم يقدوا واجبهم عارفين إن البلد الحمد لله بتطلع لقدام عارفين إن هم جزء من ده أي مواطن مصري كلنا مع بعض إحنا اللي الحمد لله زي ما بيقول الرئيس دايما في كل مناسبة الشعب المصري هو البطل في كل حاجة في كل المشاريع اللي بتتم في وضع اقتصادي يتحسن لأفضل يعني وصولا بقى للانتخابات البرلمانية فيبقى المواطن عنده من الوعي إن صوته لأ صوته مصان كنا لفترة من الفترات الناس قولك إيه يعني أروح زي عدم وزي قلته اللي هيجبوه هيجبوه هوان هعمل إيه هوان هغير في إيه لكن الوعي بقى السياسي واللي حصل خلال كم سنة اللي فاته ده اللي أكسبنا القوة وأكسبنا الوعي وأكسبنا إن إحنا نحافظ على صوتنا ولما كمان نشوف إن الدولة واخد كل إجراءاتها إزاي بداية من هيئة الوطنية للانتخابات طبعا كيان مستقل لا سلطان على الهيئة طبعا غير سلطان القانون وصولا بقى للإشراف القضائي الكامل المتابعة من قبل منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية إنها تابع مشهد الانتخابات فبالتالي من هنا بتيجي ثقة المواطن المصري إن صوته زي مقدركم مصان وهو صوته اللي هيفرق هو اللي هينجح أو هيسقط مرشح معه الدولة عملت اللي عليها بنتكلم كمان في المشاهد المهمة قبل ما تكلم بقى في الإجراءات عشان برضو كان نكون متطمينين لأن الحقيقة هو تحدي تحدي أمام الدولة المصرية إنها تجري الانتخابات سواء بقى انتخابات مجلس النواب وقبلها مجلس الشيوخ وقبلها لو نفتكر انتخابات السنوية العامة إن ده في الظرف السسنائي العالم كله بيعاني منه وبيتعامل معاه أزمة كورونا طبعا فإزاي إن احنا نوفي هذه الاستحاقات ونعمل برضو كل احتياطاتنا وكل إجراءاتنا في دول كتيرة أجلت الانتخابات قالت لا مش هينفع مش هقدر ياخد المخاطرة دي لكن الحمد لله التجربة من انتخابات مجلس الشيوخ وقبلها منتحات السنوية العامة الحمد لله إنه تمت على ما يرام ما فيش أي مشاكل والدولة خدت كل احتياطاتها كنت بكلم حضراتكم عن المشهد اللي علاقة بكبار السن النهاردة في مشاهد برضو جميلة ولا فتا للنظة لما نتكلم على الشباب بنات وولاد الحقيقة يعني برضو الشباب كان لهم دور مهم وشفناهم في طوابير الانتخابات النهاردة وعلى طول أو العفكة دائما بقعنينا على الشباب في أي استحقاق انتخابي لأن دائما بنقول هو الشعب المصري غلبيته العظمى من الشباب 60 أو 70% كنا لفترة من الفترات بيقولك الشباب عازف عن المشاركة غاضب من العملية غاضب من المشهد السياسي فوجوده النهاردة طبعا لافت للنظر وإشارة مهمة جدا ده غير طبعا سيدات مصر وما بتأخروش أبدا عن أي استحقاق ورجالة مصر طبعا بيئة تأكيد الأسر المصرية النهاردة شفناها بكمل هيئتها أمام اللجان الانتخابي زي بوحدكم عرص ديمقراطي إن شاء الله يكتمل على خير